وفي شأن النذيس لا اعتبر المرشد الإيراني آية الله علي خامنائي أن إجراء الانتخابات في سوريا هو السبيل لحل الأزمة ودع خامنائي إلى قطع الدعم المالي والعسكري عن المعارضة السورية من نجاته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية أمير عبد الهيلاني إنه لم تجري أي صفقة بشأن مستقبل سوريا السياسية وأكد أن وفد بلاده الذي شارك في الجماع فياننا بشأن سوريا قبل يومين لم يسمح باتخاذ أي قرار نجابة عن الشعب السوري على حد تعبيره